السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور طلاب طالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح أنشطة شارك على المفهوم الرابع الطاقة والتصادم من الوحدة الثانية الحركة من منهج العلوم الجديد للصف الرابع الابتدائي وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب شارك بيقول لك إن السجل أدلة كعالم أول حاجة التصادم ماذا يحدث للأجسام عندما تتصادم مع بعضها عندما تتصادم الأجسام مع بعضها هيحدث الآتي أول حاجة بتنتقل الطاقة عندما يصطدم جسم بآخر تنتقل الطاقة عندما يصطدم جسم بآخر تنتقل الطاقة عندما يصطدم جسم بآخر أول حاجة بتحصل بتنتقل الطاقة طيب هنا يقول لنا بيمتلك الجسم الأسرع طاقة أكبر من تلك التي يمتلكها الجسم الأبطأ إذا الجسم الأسرع بيمتلك طاقة أكبر من تلك التي يمتلكها الجسم الأبطأ إذا الجسم الأسرع بيمتلك طاقة أكبر من تلك التي يمتلكها الجسم الأبطأ هنا بيقولنا بيتسبب الجسم الأكبر طاقة في حدوث أضرار أكبر مقاراة بالجسم الأقل في الطاقة إبه الجسم الأكبر طاقة يتسبب في حدوث أضرار أكبر مقارنة بالأجسام الأقل في الطاقة إبه الأجسام الأكبر طاقة تتسبب في حدوث أضرار أكبر هنا يقول لنا كيف تصف ما حدث عندما يضرب المضرب الكرة هنا يقول لنا أن ينقل المضرب طاقة الحركة إلى الكرة يبقى المضرب بينقل طاقة الحركة إلى الكرة فإحصله بتزداد سرعة الكرة وترتد في الاتجاه المعاكس بتزداد سرعة الكرة وترتد في الاتجاه المعاكس بينتج عن هذا الاستضام صوت ويشعر حينها اللاعب باستضام القرى بالمضرب ينتج عن هذا الاستضام صوت والصوت ده بيجعل اللاعب يشعر باستضام القرى بالمضرب هنا يقولون عندما تزداد كتلة وسرعة الأجسام بتزداد الطاقة الحركية لها أي بينهما علاقة طردية يبقى عندما تزداد كتلة وسرعة الأجسام بتزداد الطاقة الحركية لها عندها حدوث التصادم تحدث تحولات للطاقة يبقى عندها حدوث التصادم بتحدث تحولات للطاقة وقد تكون في صورة صوت أو ضوء أو حرارة يبقى قد تكون التحولات دي في صورة صوت أو ضوء أو حرارة يبقى عنده حدوث التصادم بتحدث تحولات للطاقة قد تكون في صورة صوت أو ضوء أو حرارة التطبيق العملي شرطة التحقيق في التصادم نشاط حل الكعالم هنا يقول لنا هل تحب حل الألغاز؟ هل تجيد البحث عن التفاصيل المهمة؟ إن كنت كذلك فقد تهتم بالعمل في شرطة التحقيق في التصادم كيف يتعامل رجال الشرطة مع حادث التصادم؟ يبقى أول حاجة عندنا بيقول لك بيتعامل رجال الشرطة مع حادث التصادم على إنه لغز يبقى رجال الشرطة بيتعاملوا مع حادث التصادم على إنه لغز ويستخدمون في حل قوانين نيوتن للحركة بيستخدمون في حل قوانين نيوتن للحركة بيستعين رجال الشرطة بسيارات الحوادث المحطمة لاكتشاف سبب حدوث التصادم يبقى يستعين رجال الشرطة بسيارات الحوادث المحطمة لاكتشاف سبب حدوث التصادم يجب أن يعرف المحقق قائد السيارتين ليحدد من التسبب في الحادث يبقى يجب على محقق الشرطة أن يعرف قائد السيارتين ليعرف من تسبب في الحادث اكتشاف المزيد عن التصادم من خلال تطبيق معلومات المحققين عن القوة والطاقة والحركة يبقى اكتشاف المزيد عن التصادم من خلال تطبيق معلومات المحققين عن القوة والطاقة والتصادم نشوفوا مهام محقق التصادم أول حاجة من مهام محقق التصادم أغزي القياسات من مكان حادث أغزي القياسات من مكان حادث وجمع المعلومات أول حاجة أن نشوفوها أغزي القياسات من مكان حادث يقيس مدى الضرر الواقع على السيارات ومكان وقوفها بعد الحادث يقيس مدى الضرر الواقع على السيارات ومكان وقوفها بعد الحادث في بعض الأوقات قد لا يأخذ محقق الشرطة القياسات من مكان حادث بشكل مباشر بل يعتمد عليه الصور ومقاطع الفيديو حيث توفر المعلومات اللازمة هنا يقولك أنه بعض الأحيان يحصل إيه في بعض الأحيان قد لا يأخذ محقق الشرطة القياسات من مكان حادث بشكل مباشر بس بيعتمد عليه بيعتمد على الصور ومقاطع الفيديو والصور ومقاطع الفيديو دي بتعمله بتوفر المعلومات اللازمة طب هنا تفاصيل الصور تفاصيل الصورة تساعد المحققين في تعرف تفاصيل الحادث حتى لا يتسبب في عرقلة الطريق يبقى تفاصيل الصورة تساعد المحققين في تعرف تفاصيل الحادث يبقى تفاصيل الصورة تساعد المحققين في تعرف تفاصيل الحادث حتى لا يتسبب في عرقلة الطريق يتم الاحتفاظ بالسيارات للتحقق من الضلل بشكل دقيق يتم الاحتفاظ بالسيارات للتحقق من الضرر بشكل دقيق ثانيا جمع المعلومات يحتاج المحققون إلى معرفة القوة التي أصلت في المركبة بالإضافة إلى كتلتها وقياس الكتلة بشكل مباشر باستخدام الميزان يحتاج المحققون إلى معرفة القوة التي أصلت في المركبة يحتاج المحققون إلى معرفة القوة التي أصلت في المركبة بالإضافة إلى كتلتها وهنا سيقول لك أن قياس الكتلة بشكل مباشر باستخدام الميزان يستخدم المحققون مواد مرجعية وهذه المواد هي قياسات تأتي من الشركة المصنعة للسيارة يبقى المحققون بيستخدموا مواد مرجعية المواد هي قياسات تأتي من الشركة المصنعة للسيارة حيث تقوم الشركات بتعريض السيارات للتصادم من خلال إجراءات محكمة فهم يضعون أجهزة لقياس القوة مباشرة بيعمل إيه؟ بيضعوا أجهزة لقياس القوة مباشرة بيتغير الضرع الواقع على السيارة بتغيير القوة إذن الضرع الواقع على السيارة بيتغير بتغيير إيه؟ القوة يقارن محقق التصادم بين السيارات التي تعرضت للتصادم وبيانات الشركة المصنعة مما يساعدهم على معرفة مقدار القوة المؤسرة في التصادم يقارن محقق التصادم بين السيارات التي تعرضت للتصادم وبيانات الشركة المصنعة مما يساعدهم على معرفة مقدار القوة المؤسرة في التصادم نحن 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 ن سيارة الزرقاء بتصير اياها.. فيه اتجاه بشكل مستقيم تعطي il yaft السياسة الزرقاء هذه صدمت السيارة الحمراء وهنا اتجاه سيارة الحمراء السياسة الحمراء تقوم بسيارة الحمراء الساهم يوضح اتجاه حركة السيارة الحمراء بعد التصادم مع افتراض تساوي كتلتهم متساوي بعد كده نرى التصادم امامي تسير السيارة الحمراء في التقاطع بشكل صحيح وتسير السيارة الزرقاء في اتجاه خاطر وتواجهت السيارتين الساهم يوضح حركة السيارة الحمراء بعد التصادم السيارة الحمراء اتجهت تراجعت الى الخلف يبقى السيارة الحمراء بعد التصادم تراجعت الى الخلف يبقى هنا يقولك الساهم يوضح اتجاه حركة السيارة الحمراء بعد التصادم الفرض ان سرعة السيارة الزرقاء اكبر من سرعة السيارة الحمراء يبقى هنا السيارة الزرقاء سرعتها اكبر فعندما تصادمت مع السيارة الحمراء تحركت السيارة الحمراء الى الخلف كما هو موضح اتجاه الساهم هنا يقول لك قد يكون التصادم خالفيا يعني خالفيا من الخلف عندما تتحرك السيارتين في نفس الاتجاه يبقى من السيارتين يتحركان في نفس الاتجاه ويحدث تصادم من الخلف ويحدث تصادم بينهم من الخلف ويكون عادة أقل ضررا من التصادم الأمام يبقى التصادم من الخلف بيكون أقل ضررا من التصادم الأمامي وكذا يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتابعوا الجرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته